النهاردة يوم مختلف يوم بيكون سعيد دائما وابدا علينا كبرنامج وهاقناة ان يكون عندنا نجوم وابطال بيحققوا المدليات ويحققوا المكاسب ويرفعوا دايما اسم النادي الاهلي ويبتدي كمان التاريخ وبطولات وادولات بطولات النادي الاهلي يبتدي تحط فيه كاس جديد الكاس ييجي عندنا نحتفل مع نجومنا وابطالنا اللي دايما مشرفيننا اللي دايما فعلا هم نجوم الدهب نجوم الدهب فعلا على مدار التاريخ عندنا داخل النادي الاهلي الكرة الطائرة نجوم الدهب ابطال العرب وابطال افريقيا وماشا الله عليهم بيحصدوا كمان معظم الالقاب الفردية بيحصدوا احسن معد واحسن ضارب واحسن لاعب واحسن ارسال واحسن استقبال لعيبة فعلا من طراز مختلف فريق الكرة الطائرة في النادي الاهلي على مدار التاريخ حاجة مختلفة داخل النادي الاهلي فعلا ما شاء الله عليهم حاجة جميلة حاجة مشرفة حاجة بتسعة جماهير النادي الأهلي على مدهور التاريخ النهاردة معنا حلقة مخصصة لنجوم الطائرة والفوز بالبطولة العربية والفوز على نادي الزمالك في الفاينال نتيجة 3-0 وفعلا قدروا يحصدوا البطولة العربية ويحصدوا الرقم السابع ويبتدي التاريخ يكتب الألقاب لفريق الكرة الطائرة في النادي الأهلي أكيد النهاردة مبسوطين هنحتفل هنتكلم معاهم في كل الكواليس هنتكلم معاهم هنتكلم معاهم في كل حاجة إيه اللي حصل قبل البطولة كمان من ساعة مكالب لعبوا كاس العالم والدوري شغال وكسبوا مية وثلاثة مية واربعة مطش وكسبوا جميع حاجات كتيرة جدا أرقام وأحداث كثيرة جدا لفريق الكرة الطائرة النهاردة هيكونوا متواجدين معنا بعد أخبارنا بإذن الله هنبدأ حلقتنا كالعادة بأخبار النادي الأهلي نجمنا الكبير كريم عبدالجواد بياخد البرونزية في بطولة ويندي سيتي الدولية للسكواش البطولة بتقام في شيكاغو في أمريكا من الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس مجموعة جوزها 250 ألف دولار أكيد كلنا عارفين أن نجمنا كريم عبدالجواد هو المصنف الرابع عالميا كريم خسر قبل النهاي من اللاعب نيوزلندا بول كول بنتيجة 3-1 مباراة صعبة جدا استمرت 80 دقيقة دي كده مباراة طويلة جدا في عالم الأسكواش وخيرت نتائج الأشواط 11-5-6-11-9-11-9 يعني فعلا تعب جدا مباراة قوية جدا مع لاعب نيوزلندا لاعب نيوزلندا النهاردة بيقابل نجم مصر كابتن علي فارج ونجم نادي ودي ديجل لان بنتمنى لكابتن علي فارج التوفيق معه بإذن الله في بطولة ويندي سيتي هنسيب كريم عبدالجواد وهنروح للسباحة والدورة البطولة التنشطية للنادي الأهلي في السباحة بمشاركة كام؟ ألف سباحة النادي الأهلي كل سنة بيعمل بطولة تنشطية للسباحين علشان يشوف الأرقام بيجيبوا حكام وبطولة متكاملة بيحصل دخول للفرق وبيحصل دخول اللاعبين وبيحصل مراسم كاملة لكنه هو في بطولة دي حاجة مهمة جدا اللاعب يتمرن على شكل البطولة يتمرن على شكل الحكم عشان لما ينزل الملعب وينزل البطولات في السباحة يقدر يحقق أرقام كثيرة جدا للنادي الأهلي البطولة بيشارك فيها ألف سباحة ألف سباحة وسباحة في نادي الأهلي البطولة هتلعب على ملعبين ملعب الجزيرة وملعب نادي مدينة نصر دي النسخة الخمسة فيها البطولة هتلعب لمدة ثلاثة أيام وهتبقى منفسات السباحة الموليد سنة 2010-2011 ده بالنسبة لفرع مدينة نصر وأما كرة المية فهتلعب الموليد 2007-2008-2009-2010 في أهلي الجزيرة حافل الافتتاح هيكون عبارة عن فرق الخاص في النهاية دي بتعمل في مرحلة البراهم بتعمل مهرجان بتعمل شو والنشئين والعموم وكمان في عرض مهم جدا لفريق البليل المائي اللي ما شاء الله نتائج متحة سنة جدا في السنين الأخيرة بيرجعنا الأيام من زمان إن كان ناد الألي هو متربع على عرش البليل المائي وكمان مطش كرة مية بين موليد 2005 الآخر إن كل ده حاجة رائعة بالنسبة للعبين واللعبات اللي هم يتعودوا على أجواء البطولة جهاز السباحة أكيد أو جهاز ألعاب المائي بيترقسه الكابتن وائل عزة نتمنى لهم التوفيق بإذن الله بنسيب الألعاب الفردية وبنسيب السباحة وبنروح ليه كرة اليد كرة اليد اللي اتغيرت أرقامها في آخر مرحلة أو تغير ترتيب أو شكل الدولي بيتغير بعده خسارة الزمالك من نادي الجيش المرة تانية الفرصة وصلت للنادي الأهلي نادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا بكرة مع نادي سبورتينج نادي الأهلي كان نكسب يوم الاثنين أصحاب الجياد في دور 16 في كأس مصر والبقرة بكرة تلعب الساعة 6 على صالة نادي سبورتينج بواطشات نادي الأهلي لغاية آخر مباراة لا تقبل اسم على اتنين لا تقبل تعادل لا تقبل خسارة تقبل المكسب بس لو كان لعبتنا آخر مرة كنا عندنا هنا في البرنامج شفنا قالوا إيه بيقولوا أن هما مهتمين جدا مركزين جدا عارفين حجم كل مباراة وشكل كل مباراة عشان المباراة دي هتوصلهم إلى فاينل الدوري مع نادي الزمالك لأن الموضوع بقى قريب جدا والموضوع في إيديهم الأهلي كان في آخر في الجولة اللي فاتت كسب نادي هليو بلس بنتيجة كبيرة 32-22 ودلوقتي بيحتل المركز الثاني برسيد 29 نوطة فارق نوطتين عن نادي الزمالك عشان كده أقولت لكم المباراة مهمة جدا جدا الأهلي فاضلوا مطشين بعد مباراة سبورتنج طلايع الجيش ونادي الزمالك لا تمنى لهم التوفيق نبارك لفريق 2002 ناشئات كرة يد بيفوزوا ببطولة كأس مصر اللي أقيمت في اسكندرية مش عارف ليه كلنا طالعين اسكندرية اليومين دول لكن مفيش مشكلة بناتنا قدروا يكتسحوا بخيادة جهاز فني كابتن سامح لبيب والمدير إداري كابتن صحر محمود بنبارك للعبات وبنبارك لهم لهم ألف ونباركة مباراة قوية جدا مع نادي الطيران لكن قدر النادي الأهلي يفرض سيطارته بفضل اللعباته وكمان النادي الأهلي كان في الدور قبل أنه يكسب نادي سبورتك بنتيجة كبيرة جدا 31-12 وهو ده اللي معهد ناية طول عمرنا على فرق النادي الأهلي هنسيب كرة اليد ونروح لكرة السلة رجال ودوري السوبر دوري السوبر بيرجع مرة تانية لينا ودوري السوبر بيرجع مع كرة السلة ودوري السوبر هو الدوري الأهم والأقوى بالنسبة لفريق كرة السلة رجال بقيادة الكابتن أشرف توفيق عندهم مباراة مهمة جدا بكرة الساعة تمانية على صالة الأمير عبدالله الفيصل في النادي الأهلي المباراة مع نادي الجزيرة نادي الجزيرة كسب نادي سموحة بلتيجة 3-1 في مرحلة لقبل كده ونادي الاهلي كان كسب مصر التأميم يتيجي 3 صف المباراة اول محطة في الدور قبل النهائي اول محطة الفريق كرة السلة رجال في النادي الاهلي الاهلي بكامل نجوم ان شاء الله بكرة مع نادي الجزيرة في صالة الامير عبدالله الفيصل الساعة 8 الفريق جاهز متكامل كابتر اشرا وتوفيق كل اللعيبة فيديو وكلام كتير وكلام في الفنيات وكمان داخل التدريبات كابتر اشرا وتوفيق مركز تماما مع اللاعبين ولعبين عندهم ان شاء الله بإذن الله ان يقدروا يعدوا عقبة نادي الجزيرة ان نادي الجزيرة بيمتلك نجوم كبار بإذن الله واكيد بلنا تمنى الكابتر احمل سرعوة الشفاء والعودة سريعة لانه فعلا من النجوم والعناصر السيافي فريق كرة السلة في النادي الاهلي هنسيب كرة السلة ونروح للكرة الطائرة الكرة الطائرة والكابتر حمدي الصافي ونجمات الكرة الطائرة كابتر حمدي الصافي اغلقنا ملف كأس مصري خلاص كأس مصري كسبنا الشمس 3-0 وعدينا الدور التمانية وعندنا مباراة مهمة جدا 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 مع مين؟ مع نادي الصيد نادي الصيد اللي كسب في اخر مباراة نادي سبورتينج 3-2 سبورتينج من الانديها القوية والكبيرة في عالم السيدات في الكرة الطائرة لكن مباراة مهمة بيقول ان كابتر حمدي عندهم مباراة مهمة جدا مع نادي الصيد وحاجة مهمة جدا اقدروا يعد هذه العقبة بيحترم كل المنافسين بيحترم كل المنافسينه لكن في نفس الوقت لازم يأدي البنات بشكل جيد جدا داخل ارض الملعب